الأرض التي تحررت من قبضة الميليشيات تبقى في خطر فقذائف الهاوى لا تزال تتساقط عليهم فضلا عن حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات وباتت تمثل خطرا يهدد حياة الآمنين ويقلق سكينتهم محمد علي عبد الكريم ضحية جديدة لألغام الموت الحوثية المزروعة في محافظة الضالع التي أحاطتها بمختلف أنواع وأحجام الألغام استشهد أثناء سيره في قرية القهرة ليبقى شاهدا جديدا على جرائم الميليشيات بحق المدنيين وإرهابها إحصائية أخيرة للمركز الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في الضالع أكدت أن الألغام الحوثية أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 35 مدنيا منذ بداية شهر يناير من الغام الحالية مديرية حجر أذاقت ميليشيات الحوثي صنوف العذاب والتنكيل وحصدت حشرات العناصر التي يدفع بها الحوثي إلى محارق الموت خدمة لمشروعه العنصري وأطماع إيران التوسعية في المنطقة لتمارس ميليشياته أبشع صور الانتقام من المدنيين بشتى الطرق منها زراعة الألغام على أشكال مموهة زرعت في الحقول والأماكن العامة والطرقات تسببت في قتل العشرات من المزارعين والرعاة الضالع المحافظة التي نكلت بالحوثي وحناصره منذ أن وطأت أقدامهم ترابها وتردوا منها على أيدي رجال المقاومة الشعبية والقوات المشتركة لتلجأ العناصر الكهنوتية إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة على الطرقات وداخل الأراضي الزراعية والمباني الحكومية المدنيون في الضالع وحدهم من يدفعون فاتورة الإجرام الحوثي وهم من تأثر بالحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وأكلت الأخضر واليابس على مدى أكثر من خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر